دور الشباب عامل أساسي في المرحلة المقبلة لكن ذلك مشروط ببناء فكر ووعي في داخلهم ليكون عماد المستقبل للبلاد فسعت العتبة العباسية المقدسة متمثلة بشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية إلى إقامة ملتقى الجود الثقافي الذي يستهدف فئات الشباب في المرحلة الثانوية من معظم المحافظات العراقية لتنمية قدراتهم في مواجهة المشاكل التي تعيقهم في حياتهم اليومية استضافة العتبة العباسية المقدسة قسم العلاقات العامة مشروطة العلاقات الجامعية والمدرسية وضمن مشروع فتية الكفيل الوطني مجموعة من طلبة المدارس من محافظة الذقار ضمن ملتقى الجود الثقافي ومن أهمية هذا الملتقى زيادة وعي الطلبة والاهتمام بهم والسماع لمشاكلهم وإيجاد الحلول لها وبالأضافة إلى التصدي للأفكار المشبوهة وتعلمهم على نهج أهل البيت عليهم السلام نحاول أنه بالطرح نواكب مستوى تفكير الشباب ومستوى وعيهم من أجل أنه واحد يبلغ إلى أذهانهم ويوصل المعلومات المراد إيصالها لأنه حتى تساهم في نضوج هذا الشاب ويعرف حقيقة مدى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي دون أنه حقيقة ينخرط في هذه المواقع بلا وعي وبلا بصير ملتقا ثقافي احتضن مؤخرة مجموعة من الطلبة من محافظة ذيقار وقد تم إدخالهم في برنامج تضمن عدد من المحاضرات الثقافية والتنموية والدينية التي تساهم في بناء ذاتهم إلى جانب جولة على بعض مشاريع العتبة المقدسة للاطلاع عليها ومعرفة كيفية استثمار الخبرات العراقية لخدمة المجتمع بالبداية هذه الأعمال التي قامت بها العتبة أعمال إيجابية ونشكرهم طبعا أعمال أثمرت طبعا بالشباب لأن تريد تنمي جهوتهم وتستثمر الطاقة التي هم جايين فذوها حتى لا يكون الشاب متشتت الفكر حتى يكون الهدف عنده إيجابي حتى لا يضيع الطاقة بالسلبيات حتى يكون أهدافه ملموسة حتى يكون السعيمالته لصالح المجتمع وخدمة المجتمع فنشكرهم جزيل الشكر وأعمالهم جدا منتازة العتبة العباسية المقدسة طالما دابت على إطلاق مبادرات لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية ومن بينها مشروع فتية الكفيل الوطني الذي يضم فعاليات وملتقيات عديدة تحت إشراف شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية التي تسعى من خلاله إلى بناء جيل واع يسهم في خدمة البلد والارتقاء به ترجمة نانسي قنقر